امبارح الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودلم سبورت خرج في اكتر من برنامج مع زملاء الاعزاء سواء كان هاني حتحود سواء كان الاستاذ محمد شبان اكتر من برنامج يعني والراجل الحقيقة انا عزره جدا انه خارج بيدافع عن نفسه لان انا عارف كويس جدا ان الدكتور وليد دعبس شال القصة دي شالها يعني فيه مشكلة انت كده ايه بتتصدر لك بتجي لك لغات عندك وبحكم منصبك وبحكم علاقاتك وبحكم المكان اللي انت موجود فيه خلاص المشكلة اصبحت مشكلتك حتى لو انت ملكش دخل ايه فيها وقت حدوسها ودي الحقيقة الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر المشكلة دي تصدرتلي ومش المشكلة دي بس مشاكل كتيرة تصدرتلي والرجل بيدافع عن نفسه يمين وشماله بيدافع عن حقوق ناديه وده حق الشرعي وده عمري ملومه عليه والكلام كله اللي هو بيقوله سواء في مواجهة نادر شوقي او سواء في كلامه عن نادر او كلامه عن حقوق النادي والنادي لعمل الاجراءات الادارية الصحيحة كل ده مقدر شلوم عليه الدكتور وليد دعبس ابدا بالعكس ده انا شايف انه هو في الوقت اللي هو كان الايام الماضية والايام اللي فاتت كان انه هو يطلع يتكلم ويدافع عن ناديه ده شيء طبيعي زيه زي كل الاضلاع المشتركين او الناس اللي انفولف او مشتركين في القضية اللي احنا بنتكلم فيها وهي قضية كبيرة قضية ما بتمسش شخص توفى فقط ولكن قضية بتمس مستقبل ولادنا ومستقبل كل عدة الكرة ومستقبل كل الناس اللي شغالة في مجال كرة القدم القضية اصبحت تمس الجميع لان احنا هنا بنتكلم على اشارة من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعني ساعات كده ربنا بيحاول يعني ربنا بينور لنا حاجات احنا مش شايفينها هدية بينور لنا حاجات احنا مش شايفينها شاء القدر قدر ربنا سبحانه وتعالى ان احمد رفعت اجله ييجي بعد ما يشاور لنا على الحقيقة حتى ولو بكلمة كنت تمنى ان الكلام يبقى اكتر ولكن الراجل شاور لنا بكلمة الله ارحمه احمد رفعت قبل وفاته ب11 يوم خرج مع الاستاذ ابراهيم فايق في قناة mbc مصر وقال ان انا تعرضت لقهر وظلم كبير جدا والظلم ده والقهر ده والضغط النفسي اللي انا تعرضت ليه كان سبب رئيسي من ازباب واقعتي كان سبب رئيسي من الازباب اللي عرضتني للي انا تعرضت له والازمة الصحية اللي انا تعرضت له طب هل كلام احمد رفعت اللي هو قاله كلام بتاع احمد رفعت الله رحمه اللي هو قاله كلام غير علمي كلام هو جايبه من عنده بيقلفه ولا فعلا الضغوط النفسية تؤدي الى ضعف عضلة القلب وتؤدي الى الوفاة في بعض الاوقات وفي اوقات كتيرة جدا بل هي احد اهم المسببات الرئيسية لضعف عضلة القلب هي الضغوط النفسية والاسترس اللي احنا بنتعرض له وفي وقت من الاوقات وفي كل الاوقات بنتجاهل دايما اهمية العامل النفسي ييجي كده يا راجل يقولك انا راح لدكتور النفساني او دكتور نفسي وتقام ده مجنون تيجي تجيب دكتور نفسي رياضي لاي فرقة يقولك ده اللي عايبة مجانين يتريقوا على الموضوع جهل جهل فتيجي النهاردة تقول طب بلاش يا جماعة نتسميه طيب ايه لايف كوتش يقولك يا عام انت جايب لنا دكتور نفساني والعامل دي عندها مشاكل احنا دايما الحتة النفسية دي معرفش ليه حطنا كده وراء ظهرنا كأنها مش مهمة رغم ان العامل النفسي ونفسك ونفسك عن اين عامل نفسي نفسك روحك لو مش مظبوطة لو الدنيا مش مظبطة عندك نفسيا ده بيأثر عليك طبعا عضويا في كل حاجة وبيأثر على حياتك وبيأثر على الناس اللي حواليك الموضوع النفس يا جماعة ده عامل مهم جدا واعتقد ان احنا يعني في الفين اربعة وعشرين مش محتاجينك خلاص ان احنا نقول اهمية العامل النفسي بالنسبة لنا كلنا بالنسبة لأي بني ادم عايش وبيتنفس طيب يبا اتفقنا ان ما ذكروا احمد رفعت الله رحمه قبل وفاته مش جنان ده الراجل هو صاحب القصة وصاحب القضية الراجل بيقول انا الضغوط النفسية اللي انا تعرضتلها من بعض الاشخاص ومن بعض المسئولين في مصر وعن الكرة في مصر والموقف اللي انا تعرضتله كان صعب جدا علي ما قدرتش هتحمله وهو ما أدى إلى المشاكل اللي أنا أتعرضت له الراجل قال الكلام ده وأجل وجه زي ما أجلنا كلنا هيجي فيش حد فينا هيهرب من الموت الراجل توفاه الله الله يرحمه من من 48 ساعة طيب لما يجي النهاردة الناس تاني أرجعكم التصراحات الدكتور وليد داعب اسمها الأستاذ محمد شبان في قناة ETC بالأمس الراجل النهاردة اتكلم كلام في دفاعه عن نفسه وكان يعني عايز يرد على نادر شوقي وكيد اللاعب في بعض الأمور وما ذكره نادر في حلقة الإبراهيم فاي الراجل عايز يرد عليه وعايز يدفع عن نفسه كل ده الكلام ده بالنسبة لي لكن احنا عندنا بقى واحد مات عندنا واحد يتوفى وما بقاش خلاص عنده القدرة للدفاع عن نفسه ترجمة نانسي قنقر